إذن تقلنا إلى مرحلة الأبناء يعني إذا حدث مثلا خلاف أو مشحنة ما بين أبنائي كيف أتعامل هنا كأب أو كأم وكيف أدير هذا الخلاف أو الصدام اللي بيحصل داخل الأسرة ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوج والزوجة سكن لبعض بمعنى السكن بمعنى الاحتواء ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الجواز آية من آياته سبحانه وتعالى في صورة الروم آية 21 ويقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لي رب قال لتسكنوا إليها بعد السكن هيجي مودة ورحمة بل إن ربنا وصف الزوج والزوجة في صورة البقرة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وربنا سبحانه وتعالى بيضرب لي المثل بإيه الأقرب حاجة لجسم الإنسان الثياب أو التشيرت أو الجلبية اللي هو لبسها كذلك الزوجة بالنسبة للزوجة أقرب حد لي والزوج بالنسبة للزوجة أقرب حد ليها إذن ربنا بقول لي هنا لما يكون بينكم خلاف ما توسعوش الدائرة دي بمعنى إن الخلاف يمتد الأولاد إن الخلاف يمتد الأهل إن الخلاف يمتد للجران إن الخلاف يمتد للعيلة للأسف إحنا كده بنوسع دائرة الخلاف لو في أي خلاف بين الزوجين الحل ما بيكونش غير بين الاتنين ولابد إن إحنا نتفهم بعض بمعنى الصوت العالي والتزعيق والخناء أو إن إحنا نغلط كل واحد فينا غلط تاني أو إن كل واحد شاف إننا اللي على صح بس لا حضرتك لازم الزوجة وزوجة يتكلموا مع بعض وده مبدأ عمل وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1445 سنة تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طالع يحارب طالع في صلح الحديبية كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رايح يعمل عمرة وخذ الصحابة وقال له ما أنا عاوز أعمل عمرة وخذ مع الصحابة وبعث سيدنا عثمان بن عفان فقريش خذت سيدنا عثمان وحبسته ثلاثة أيام فشعب إن الصحابة إن سيدنا عثمان قد قتل وسيدنا عثمان سيدنا النبي بعته عشان هو كريم في قريش يعني صاحب نفوز ومكانه ومش يقدروا يعملوا في حاجة فلما سيدنا عثمان تأخر ثلاث يام الصحابة بيعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والبيعة دي موجودة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بيعوا سيدنا النبي واتفق سيدنا النبي أنه هو يحاربه وبعدين دخل سيدنا النبي الخيمة بتاعته كان مع زوجته ستين أم سلمة قالت له عدرة سيدنا النبي أنتوا اتفقتوا على إيه انظر أنا عاوز أجيبك لحدة أن سيدنا النبي دي حالة حرب وسيدنا النبي اتفق مع الصحابة على حاجة ودخل الخيمة بتاعته وزوجته معاه كانت الزوجة ملهاش علاقة بالحرب قبل كده مش هقول لك ده مشكلة في البيت ولازم الاتنين يحلوا مع بعض عشان الاتنين واحد لأ دي مشكلة في الحرب تخيل أن سيدنا المسلمة بتكلم سيدنا النبي تقول له أنتوا اتفقتوا على إيه وبتاعه فقالت له لا يا سيدنا النبي أنا رأيي أننا نعمل واحد اتنين تخيل سيدنا النبي هيخرج للجيش الجيش ده في أكبر الصحابة في سيدنا أبو بكر وفي سيدنا عمر وفي سيدنا علي وفي أكبر الصحابة تخيل سيدنا النبي يخرج للجيش ويغير رأيه اللي اتفق مع الجيش عليه عشان يخذ برأيه مين؟ ستنا مسلمة ناس كتير هتقول لي طب أنا كده هيقلل من نظري وسط الناس هارجع في كلام يعني من قيمة المرأة حتى في حياة الرسول وفي حياة الإسلام بشكل كبير جدا أني أستشير المرأة في أمور حياتية ده سيدنا النبي أنا بقول لحضرتك ده مش في أمور البيت ده أمر خارج كمان سيدنا النبي استشار ستنا أمو سلمة وخذ رأيه بستنا أمو سلمة رضوان الله عليها ده سيدنا النبي بعلمنا الحديث الجميل اللي انت قلته خيركم خيركم لأهله وأنا حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله ربنا نزل صورة كاملة اسمها صورة الشورى قال وأمرهم شورى بينهم ما أنت بتقول لي أنا بحب الحب ده محتاج كلام وكلام عميق كمان شوية لذلك بقوله كده ديب كونفرزيشن المحادثة العميقة بمعنى أن إحنا نتفهم بعض يكون بيننا وبعض قابلية للكلام والسعة حتى في الخلافات والمشاكل يعلمون كده من اتسع صدره على قدره على قدره عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى لأن أنا مصبر على زوجتي اللي هي الأصل حتى مني أنا بصبر عليها عشان إحنا اللي اتنين واحد عشان مش عاوز صوت يعلى قدام الأولاد للأسف إحنا دلوقتي عاملين ولادنا ضغط علينا في حياتنا بمعنى أن كل مشكلة قدام الأولاد كل مشكلة شايفين أن بابا للأسف بناخده يا فندم في نطاق التربية الحديثة أنهما لازم يقوموا شايفين كل حاجة وعارفين كل حاجة